اكد امر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقبول طلبات 236 منتسبا لبرنامج خطوة من المستحقين لمعاشات التقاعد اكد نهج حكومة مملكة البحرين الدائم في دعم المواطنين العاملين ومن بينهم اصحاب المشاريع المنزلية المسجلين ضمن برنامج خطوة ويمثل امر سمو وحفظ الله تأكيدا على ضمنة الحكومة لكافة المشاريع والمبادرات المبثقة من مؤسسات المملكة والتي تكون في صالح الوطن والمواطن ومحققة لكافة التطلعات المشهودة الاهتمام بالمتقاعدين والعاملين المقبلين على التقاعد يعد عنصرا مهما في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين اذ ان ثمارات المجهود تكون في تحقيق الاستقرار للعاملين بعد انجازهم ومساهمتهم في نحضة المملكة في كافة المؤسسات العامة والخاصة والمشاريع المنزلية هذه المشاريع التي اتاحت لها الحكومة في مارس من عام 2021 امكانية اختيار اضفاء الصفة القانونية على مشاريعهم من خلال الالتحاق ببرنامج خطوة برنامج خطوة اتاح الاستفادة من برنامج التأمين الاختياري في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهو ما قام به العديد من ممارسين شاط البيع عن طريق الانترنت الذي تشكل المشاريع المنزلية ركيزة اعمالهم ومن هذا المنطلق يتجلى دعم حكومة مملكة البحرين المستمر لكافة القطاعات وضمان مستقبل الاسرة البحرينية التي تعتمد على دخل المشاريع المنزلية وبما ان حكومة مملكة البحرين هي الضامن والداعم لهذا البرنامج جاء تفاعل الحكومة مع منتسبي برنامج خطوة من خلال امر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهات المعنية بالحكومة بقبول طلبات 236 من منتسبي برنامج خطوة من المستحقين لمعاشات التقاعد وبشكل فوري على ان تقوم الحكومة بتأدية الاشتراكات الاضافية لتفادي اي تأثيرات سلبية على الصندوق كما وجه سمو وحفظه الله بتشكيل لجنة حكومية تستكمل خلال شهر واحد لدراسة 69 حالة اخرى من منتسبي برنامج خطوة والتحقق من استفائها لمعايير استحقاق المعاش التقاعدي ويأتي امر سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ليؤكد ان حكومة مملكة البحرين هي الضامن لكل ما يصب في مصلحة المواطن وبما يلبي تطلعاته واماله حيث اطلق هذا البرنامج بتطلع ايجابي ووفر مزايا عديدة وفق رؤية وتطلعات الحكومة وها هي مملكة البحرين تؤكد اهتمامها بهذا البرنامج وتحرص على دعمه وتحقيق كافة التطلعات والمزايا المتوفرة به